السلام عليكم الإخوان حياكم الله معكم أخذيكم علي بريش دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم في البداية الإخوان غانعرض عليكم تسمعوا واحد لمقطع من فيديو الناشروا الكليب الراضي الليلي الكليب والذماحة الناشر هذا الفيديو في حسابه في التيك توك أنا كندعوكم تصنطونيه مزيان والرجعوا لأنه عدنا فيه ميتقال وفي نفس الوقت نظهر لكم الخبط هذه الكليب الروايدي الليلي هذا النقرة الخبيط اللي كيتعمد الإساءة للصحراويين والمكون الصحراوي اليوم 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 الإخوان أصبحت وصلوني على كبير من رسائل من الصحراويين اللي طلبوا مني نعدل هذا الفيديو ونفضح الكليب الروايدي الليلي اللي كيتعمد الإساءة للصحراويين والمكون الصحراوي والقبائل الصحراوية خدمة لبروبوغاندا للبوليوزاري والجزائر ولعلمكم لأنه البوليوزاري والجزائر في حرب مع المغرب حرب الميدان حرب الأرض حرب السلاح يا غير الحرب الحقيقية اللي كتخودها البوليوزاري والجزائر على المغرب هي حرب النفسية حرب العقول حرب النفوس حرب زرع الحقد في المغرب وفصل الصحراويين على باقي المغارب المتواجدين في شمال المغرب سنسمعوا هذا الكلام هذا الفيديو اللي نشروا الكليب الروايدي الليلي ونرجعوا نكمله باش نوضحوا الخبط الخبيط دي ذا النقرة الكليب الراضي الليلي كباشية مغربية قبل 75 كانت فيها قبائل ديالباني كلبون كانوا فيها غير الكلاب من اللي درنا المسيرة ودخلنا تماء الصحرا الكلاب اللي هربوا على الجزائر هربوا واللي بقوا تماء رحنا قتلناهم هاد الشي هو اللي كان الصحراق قبل 75 كانوا فيها الكلاب كانوا فيها الكلاب الضالة كانت فيها قبيلاء كانوا قبائل ديالباني كلبون شمتي درنا المسيرة الخضراء قلنا الحسن الثاني سيروا قتلوا هادوك الكلاب حيدهم من تماء هذه الأرض رها ديالنا مشينا لقينا الكلاب الضالة اللي قتلناه قتلناه واللي هربت على الجزائر رابا قيم حبوس على الجزائر تماء صافي هاد الشي اللي يقين صافي لا أقل ولا أكثر صافي هدي الصحرا باش مغربية تمشي يعني الصحرا قبل 75 باش هي مغربية يعني ثم كانوا فيها الكلاب ضالة نضنح ندرنا المسيرة الخضراء ومشينا لها الكلب اللي شديناه خلينا ضاربوه والكلب اللي هرب مش على الجزائر راب مش على الجزائر والسلام عليكم هالشي اللي كيناه يا محمد الرعدي أولا هذا الفيديو اللي نشروا الكليب الروايذي الليلي في خطاب كيسي للصحراويين والمكون الصحراوي والقبائل الصحراوية في سب وشتم ويهانة لجميع الصحراويين ولو كان هذا الروايذي الكليب فعلا كيدافع الصحراويين وبعزة صحراويين وعلى أنه فعلا حتى هو صحراوي كما يدعي ما ينشرش هذا الخطاب ثانيا هذا الفيديو الشخص الذي يتكلم فيه قدمه الكليب الروايذي الليلي على أنه مغربي يتكلم بصفة المغاربة يا غير لازم تعرفوا جميع على أنه لا يتبت شيء على أنه شخص مغربي هذا الشخص يتكلم فعلا بالدارجة المغربية ولعلمكم على أنه الجزائر تلمسان وبشار كيتكلموا كذلك اللهجة المغربية الفصيحة القحة ما يمكن تفرز بين مواطن جزائري في الغرب الجزائري بالضبط على الحدوث مع المغرب ومواطن مغربي تاني من طانجة ولا الضاربيدة ولا قلميم ولا آسة ولا الزعق ولا أي منطقة من المغرب الدارجة المغربية كيتكلموا بها حتى الغرب الجزائري كما أنه بعض المناطق في المغرب كيتكلموا اللهجة الجزائرية فتكلم هذا الشخص بالدارجة المغربية لا يتبت نهائيا على أنه مغربي حتى وإن كان مغربي فهو لا يمتل شعب المغربي ولا يتكلم بإسم مغاربة وعن نفسي عن نظري هذا ليس مغربي قطعا تاني شيء الخطاب انت تكلموا عن الخطاب اللهجة الأهذاف لما نراه هذا الفيديو هذا الفيديو أو هذا الخطاب قدمه الراضي الليلي على أن المتكلم مغربي ولتعمقتم في أهذاف الخطاب أو ما هي تداعيات وما وراء الخطاب اللي جاء في هذا الفيديو ستبين لكم على أنه الأهذاف ذي الخطاب يدوروا يؤكدوا على أنه المغرب احتل الصحراء أو تم غزو الصحراويين أو قتل الصحراويين يدوروا يتبتوا على أنه المغرب فعلا احتل الصحراء أهذاف الثانية الخطاب هذا منوراه أعماق وأهذاف عميقة واللي هي زرع الحقد والكراهية بالمكون الصحراوي وباقي المغاربة في شمال المغرب فهذه الأهذاف الخبيطة والأجندات والبروبوغاندا منذ القدم هو أنهم يفصلوا بين الصحراويين وباقي المغاربة في الشمال يدوروا يوضعوا بينهم حقد كراهية ياسر من المغالطات حتى أنه في شعر وغناء البولوزاريو تجبروا هذه المصطلحات الحقدية التي تفصل بين باقي مغاربة الشمال وباقي مغاربة الجنوب لهما الصحراويين وعلى سبيل المثال نعطيكم أبيات شعرية حسانية من هذا الأدب الحساني شعراء من البولوزاريو والذي يقول بواضح العبارات نحن والمغرب مفتصلين خلق وخلوق وذيانة مختلفين نظام معهم في الشعر والكلمات والطعام والبعث وهذه سياسة حقدية عنصرية البولوزاريو حتى غناءهم حتى غناءهم ماذا يسمون الغناء التوري إذا اتفقتوا فيه ستجبروا فيه خطاب كره عنصر عنصري خطاب لهذاف دياله والفرق والتفريق أو عزل الصحراويين على باقي المغاري في شمال المغرب الكليب هون في هذا الفيديو سقطة سقطة كبيرة كما توصلوا معي بعض الصحراويين عارفين خبت هذا الكليب الرويدي الليل يتعمد الإساءة للمكون الصحراوي والقبائل الصحراوية خدمة لبروبوغاندا البوليزاري والجزائر أقول أقول في الأخير بصفة مواطن مغربي هذا الشخص اللي كنت تكلم في الفيديو أنا بريء منه وحتى الرويدي الكليب نحن بريئين منه ولعلمكم الرويدي الكليب لا ينتمي نهائيا للصحراء الغربية المغربية فهو ولد وطرع عفل بيار من المكون ينقل التبال وهذا التبال ضريح ومتواجد الروايدي الكليب حتى البوليزاريو يعارفين وداركين لأنه ليس بالصحراء ورغم أن الكليب يدافع البوليزاريو يدعي لأنه صحراء وغيره ولا ينتمي نهائيا للقبائل للصحراء المغربية في الصحراء الغربية وحتى أن المكون الذي ينتمه لكليب الروايدي الليلي لا يتواجد نهائيا في الإحصاء الأسانسيوم هذا كلام لا نريد أن نقوله لأننا في الأخير جميع علم غاربة من الشمال إلى جنوب من طنجة القويرة كنتي رقيبي تكني ولاد تدرالين ولاد الدليم أمازيغي شلح ريفي ذكالي عبدي شاوي صرغيني زعري شيضمي مهما كان لونك وجنسك وحتى ديانتك فأنت مغربي يا غير هذا الكلاب حشاكم الروايدي الكليب وأتباعهم البوليزاريو أو هو اللي تابعهم أهدافهم هو نزع الحقد وزرع الدغينة وزرع الكراهية في نفوس الصحراويين اتجاه باقي إخوانهم في شمال المغرب حياكم الله ويح الشعب المغرب العظيم